اشتركوا في القناة في مطار بعتيقة على خلفية اعتصام موظفي مصلحة الطيران المدني الدينارو يواصل ارتفاعه امام العمولات الاجنبية وسط مؤشرات بانتهاء تدريجي للسوق المؤزية المشر يطالب بانهاء المرحلة الانتقالية والاعلان عن موقف واضح بشأن الدستور والانتخابات القادمة اهلا بكم من التفاصيل النشرة حذرت ادارة مطار مايتيغا الدولي من تعليق الرحلة الجوية الايام القادمة على خلفية اعتصام موظفي مصلحة الطيران المدنية ادارة المطار قالت عبر صفحتي على الموقع الفيسبوك ان الاعتصام نتج عنه توقف تجديد واستخراج التصاريح للطيارين واضاء الضيافة الجوية الى جانب توقف الاعمال الادارية والاعتمادات الادارية للصيانات العامة للطائرات وطلبت دارة والمطار المسؤولين بالنظر في مطالبات المعتصمين قبل ايقاف الرحلات الجوية والدخول في ضراب عام ضعف المرتبات وغياب العدالة الاجتماعية سببان صاغهما موظف مصلحة الطيران المدني للدخول في اعتصام جزئي اعتصام لم يكد يمضي عليه الا ايام معدودة حتى بادرت ادارة مطار مايتيغا الدولي بالتحذير من امكانية توقف الرحلات الجوية في الفترة القادمة تحذير المطار اعقبه اعلان توقف العمل في قسم تجديد واستخراج التصاريح للطيارين واعضاء الضيافة الجوية والاعمال الادارية اضافة الى توقف الاعتمادات الادارية للصيانة العامة للطائرات كل ذلك كان نتيجة لاعتصام جزئي بدأه الموظفون الذين هددوا بالدخول في اضراب كامل الفترة القادمة اذا لم تنفذ مطالبهم وبالرغم من المطالبة بفتح قناة حوار مع المسؤولين لعرض مطالب الموظفين والتأكيد على ذلك فان السلطات في البلاد لم تصدر اي رد رسمي والى حين حدوث ذلك يظل المسافر الليبي يعيش في تخبط دائم بين اعتصامات واضرابات تارة وبين رفع اسعار التذاكر والغاء الرحلات تارة اخرى ما يتسبب في تحميل المواطن اعباء فوق الاعباء الحياتية اليومية الملقاة على عاتقه في شان منفصل افتتح الدنار الليبي تعاملاته في السوق الموازية اليوم الثلاثاء على سعر اربعة دنانيرا وسبعمائة وخمسين درهمان مقابل الدولار الواحد التقرير التالي وصلت الضضع على اهم الاسباب التي اسهمت في بداية تعافي السعار الصرف افن جديد يسجله الدنار الليبي امام العملات الاجنبية مسجلا اعلى معدل له منذ مطلع العام عند سعر اربعة دنانير وسبعمائة وسبعين للدولار الواحد في نهاية تعاملات يوم الاثنين الانتعاشة الاخيرة ارجعها خبراء الى دخول اجراءات الاصلاحات الاقتصادية حيز التنفيذ بعدة اشكال خلال الفترة الاخيرة اخر تلك الاجراءات كان قرار مصلحة الجمارك مخاطبة الجهات التابعة لها بتفعيل الاحكام المنظمة للاستراد والتصدير القرار يمنع دخول اي بضائع او سلع انتجارية الا عبر وسائل الدفع المعتمدة لدى المصرف المركزي بداية من العام القادم وهو ما يعني سحب البساط من تحت المعاملات التي تجري عبر السوق الموازية القرار سبقه اعلان الحكومة المقترحة استمرارها في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية على رأسها تخصيص مليار وثمانمائة مليون دولار خلال العام القادم كميزانية تطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط فضلا عن بدء خفاض دعم الوقود الذي يكلف خزينة الدولة قرابة الخمسة مليارات دولار كل عام ما يسهم في تفشي ظاهرة التهريب الى البلدان المجاورة قرارات رغم تأثيرها على سعار بعض الخدمات مثل الطيران والاتصالات الا ان البعض يرون انها تشكل ضغطا على المسيطرين على السوق الموازية خاصة في ظل استمرار فتح الاعتمادات بالعملات الاجنبية واصدار بطاقات الشراء الالكترونية اعادة الهيبة الى الدنار وتعافيه هذا هو ما يأمله الليبيون لتعود عجلة الاقتصاد الوطني للدوران فيما يتخوف البعض من ان يكون هذا التحسن مؤقتا في ظل عدم وجود ضمنات على قدرة السلطات الليبية على الاستمرار في اصلاحاتها فضلا عن شكوك بشأن مضاربات تجري في السوق السوداء من اجل سحب الدولار من السوق في انتظار الفرصة لزيادة السعر من جديد قال رئيس لجنة الحوار بمنجرس النواب عبدالسلام نصية ان اللجنة التي اوفدها البرلمان لبلجيكا ستحقق في قضية فوائد الاموال الليبية المجمدة في بلجيكا نصية في تصريح لقناة النبا ذكر ان اللجنة مكلفة بتقديم تقرير لمجلس عقب انتهاء المهمة المكلفة بها لافتا الا ان اللجنة تضم رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري ورئيس اللجنة المالية عمر تنتوش بالاضافة الى السفير السابق مراد حميمة يذكر ان مسؤولنا بلجيكيين سبق وانصرحوا انه جرى تحويل فوائد هذه الاموال الى جهات غير معلومة داخل وخارج ليبيا هذا وبدأت اللجنة المكلفة من قبل مجلس النواب ومتابعة الاموال الليبية المجمدة في بلجيكا ولكسنبورغا في التباحث واجراء الاتصالات مع المسؤولين في البلدين للتحوق والاطبئنان على هذه الاموال الموجودة في مصرفهما وعلمت قناة النبا ان اللجنة التقت بعدد من عضاء مجلسي النواب والشيوق في بلجيكا فيما خطبت الحكومة البلجيكية لتحديد مصير الاموال الليبية بعد تصريحات عدد من مسؤولها بتحويل ارباح تلك الاموال لجهات غير معلومة خارج ليبيا يذكر ان النائب العام البلجيكي جورج جلينتك سبق واكد اختفاء خمسة مليارات يورو من الاموال الليبية المجمدة في بلاده معلنا بانه سيفتح تحقيقات موسعة في اختفاء هذه الاموال التي وصفها بالفضيحة الكبرى في الملفة السياسي طلب رئيس المجلس العلاء للدولة خلد المشري بضرورة انهاء المرحلة الانتقالية المشري وخلال لقائه سافير الاتحاد الاوروبي بليبيا ألن بوجايا لاثنين شدد على ضرورة الاعلان عن موقف واضح بشأن الدستور والانتخابات القادمة وفقا لما أوردت صفحة المجلس عبر الفيسبوك هذا كما ناقش الجانبان مخرجات مؤتمر بليرمو والتعديلات الدستورية والاستفتاء على مشروع الدستور نفى رئيس والمجلس الراسي المقترح فيستراج إجراء أي لقاء مع آمير ميليشيات الكرام خليفة حفتر خلال زيارته لعاصمة الأردنية عمان السراج في لقاء ليوله للتلفزيون المملكة الأردنية قال إن آخر لقاء جمعه مع حفتر كان في مؤتمر بليرمو بيطاليا شهر الماضي هذا ودع السراج كل الأطراف الليبية لضرورة اللقاء على طاولة الحوار لحل الأزمة الحالية مشيرا إلى أن طاولة الحوار هي المكان المناسب لقاء كافة الأطراف وطرح وجهات النظر ووجه الاختلاف وفق تعبيرها وفي سياق آخر احتضنت مدينة ترابلس ورشة عمل لمناقشة التقرير النهائي للمسار التشوري للمنطق الوطني الليبي والتي نظمتها الهيئة الترابلسية تفاصيل الورشة وأبرز محاورها في التقرير التالي نحو إحاطة أكثر شمولية بإنتجات المسار التشوري للملتق الوطني وفهم أعمق للتحديات والأولويات الوطنية نظمت الهيئة ترابلسية بالعاصمة ورشة عمل لمنقشة التقرير النهائي للمسار التشوري للملتق الوطني الليبي وإبداء المراحضات والتوصيات الكفيلة بإنجاح المشروع القائم على رأب الصدع وتحجيم هوة الاغتناف تقرير هذا يهمنا جدا كليبيين ونحن ندعنا بعض من النخب الليبية لمنقشة هذا الموضوع لأننا نعتقد أن ترابلسينا يهم في المسارات السياسية القادمة التي ممكن حسب الكلام البعثة في بداية السنة الجديدة سيتم تنظيم الملتق الوطني الليبي وهذا يعود على الكثير لأنه ممكن يحل الأزمة السياسية الليبية في فشل الأجسام الموجودة حاليا ووصلتنا لهذا الوضع السيح الحقيقة الهيئة الترابلسية التي تأسست أواخر العام 2015 باتحاد سبع منظمات فاعلة في العمل المدني أخذت على عاتقها دعم المسار السياسي للحوار الوطني الذي رعته البعتة الأممية وكذلك مشروع الدستور المعد من الهيئة التأسيسية إطار وطني اجتماعي يتطلع الاستعادة سيادة ليبي عبر التأسيس لحكم فعلي ناجع تسود فيه الدولة ومؤسستها الأمنية على أرضية صلبة قائمة على دستور يجمع عليه الليبيين نحن ندعم الدستور وندعم الاستفتاء على الدستور ولكن طبعا نتمنى أنه يكون على توافق وعلى وفاق بين كل الليبيين نتمنى أن لا يكون فيه أي طائفة أو أي فئة أو أي مكون لا يرضى بهذا الدستور فأنا نعتبر أن الملتقى الوطني الليبي بإذن الله سيكون له دور دعم في تهيئة المناخ العام أو أعداد أو أي إقامة أي حوار بين الأطراف لخروج بالدستور بإذن الله في استكمال المسار الدستوري الديمقراطي ملتقى حواري الرافق قد يسهم في تعزيز القواسم المشتركة التي جمعت الليبيين بتنوع وتعدد خياراتهم وتوجهاتهم في مسعى لإنجاح الملتقى الوطني الجامع المزمعي نعقاده بداية العام المقبل تحت رعاية أممية من أجل وضع أساسات لمرحلة سياسية وأقتصادية مستقرة بعد ضربات نجوية للأفريق ثم سدف ثلاث سيارات وسقط خلالها أحد عشر قتيل قبلت والطوارق بأبارت في صفة الإرهاب عن القتلى وتطالب الأفريق بالاعتذار والرئاسي بالتحقيق والتوضيح نتابع التقرير التالي ومن ثم نهت أحد عشر شخصا تحت قصف جوي للأفريق قتله تقول الأخيرة هم منتسبون لتنظيم القاعدة وتنفي قبائل القتلى الاتهام بل تطالب باعتذار الأفريق جنوب غرب ليبيا حيث منطقة العونات القريبة من الحدود الجزائرية قصفت الأفريق ثلاث سيارات عسكرية تقل أحد عشر شخصا بذرعة الإرهاب وتلك عملية جرت وفق اتفاق التعاون المبرم بين حكومة المجلس الرئاسي المقترح والقيادة الأمريكية في إفريقيا لملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية أينما حلوا وارتحلوا في ليبيا هم ليسوا إرهابيين بل بينهم قيدي بعملية البنيان المرصوص يقول ما شيخ الطوارق مستغربين إنصاق هذه التهمة بأبناء قبلتهم مضى الطوارق في حديثهم متهمين المجلس الرئاسي المقترح بإعطاء إحداثيات غير دقيقة للأفريكم ما تسبب في مقدر أشخاص أبرياء وفق البيان فأي الفريقين أصدقوا قولا يضع الاتهام المطلق من الأفريكم والمنفي من الطوارق فرضية أن الأفريكم قد استهدفت أشخاص أبرياء وهو ما يعني فقدان القيادة الأمريكية لدقتها بل يصل الأمر حد التشكيك في مصدقية هدف قصف مسلحين سابقا ومن سيقصفون لاحقا ففي منطقة الجنوب تغيب معالم الدولة تماما وبذا أصبحت المنطقة مستباحة أرضا من قبل العصابات الأجنبية وميليشيات الخطف والترويع أما جوا فتظل الأفريكم وحدها دون سواها من تستهدف التحركات العسكرية في المنطقة الجنوبية وبعض ضرباتها تجر قبل أخذ إذن استراج وبعضها الآخر لا يعد كونه إعطاء علم ليس إلا وبين الاتهام والنفي يبرز سؤال عن الموقف المرتقب للرئاسي المقترح أما إن كان سيلزم الصمت كما لزمه سابقا عندما يخطئ أم سيخرج ليؤكد تهمة الأفريكم أم سينفيها كما فعلت قبيلة الطوارق بأوباري النشرة مستمرة وفيها بغض الفاصل وزارة والصحة بالحكومة المقترحة تعلن عن عطاء لتغطية احتياجات القطاع الصحي من مختلف الأدوية ترجمة نانسي قنقر 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 أهلا بكم من جديد لم تعود الأزمة البيئية التي يعاني منها سكان منطقة الوحات خافية على أحد ورغم النداءات وتكرر المحاولات من سكان المنطقة لإجاد حلول مناسبة لإنبعاثات منتجات الحقول النفطية إلا أن الأزمة لا تزال تراوح مكانها وسط الصمت عن الأذى الصحي والبيئي الذي يواجهه المواطنون هكذا تبدو منطقة الوحات حينما تمر بها لكن ثمت مشاكل عميقة يعانيها أهلها نتيجة استمرار بعض الحقول النفطية العاملة هناك بالتخلص من سمومها في البر والبحر دون حسيب أو رقيب أمر خلف أضرار كبيرة للمواطن نتيجة عدم مراعاة تلك الحقول لمعايير السلامة البيئة وعدم وجود قوانين تفرض على الشركات النفطية التخلص من سمومها بطرق سليمة أرقام كبيرة الصرفات أرقام كبيرة مرصودة من مؤسسة الوطني النفط ومتمثلة في شركات تابعة لها فيما يقص الإصحاح البيئي نحن كناشطين ومتخصين في مؤسسة المجتمع المدني لم نلاحظ أي تغيير في مخرجات هذه المشاريع التي هي المفروض أنها تصحح الوضع البيئي السيء ويروي أهالي منطقة الوحات في جالو وأوجلا واشخرات تسجيل عشرات حالات الإجهاد خلال السنوات الأخيرة إضافة لإصابة أطفالهم بمشاكل في الجهاز التنفسي نتيجة الأبخرة السامة التي تتصاعد من الحقول النفطية الواقعة قرب المناطق السكنية معضلة أخرى يعانيها السكان تمثلت في تسرب البحيرات النفطية للمياه الجوفية لتصل بدورها إلى منازل المواطنين ملحقة الضرر بالإنسان والنبات على حد سواء للأسف النموة حتى هذه المياه المصاحبة تحتوي على كميات كبيرة من المواد الكربونية المفروضة تستفاد منها اتصاليا الغازات المصاحبة التي يضخوا فيها في الهواء وأحيانا يحقوا فيها ويكربنوا فيها وتسبب في ضرر المكونات البيئة التي هي الماء والهواء والتراب وبينما يعاني أهل المنطقة من تلك الأزمة يتطلع كثيرون إلى اليوم الذي تسن فيه قوانين تحفظ للمواطن الليبي حقه في التمتع بحياة صحية بعيدا عن الضرر الذي يطاله نتيجة السموم المتراكمة بسبب التخلص الخاطئ من مخلفات الحقول النفطية أعلنت وزارة الصحة بالحكومة المقترحة عن أول عطاء للعام 2018 لتغطية احتياجات القطاع الصحي من مختلف الأدوية وقال وكير الوزارة ورئيس اللجنة العليا للإشراف عن عطاء محمد هيثم إن كافة الشركات المحلية والعالمية المصنعة المسجلة مسموح لها بالتقدم وسحب كراسات العطاء وفقا للشروط التي وضعتها اللجنة وضحا أن هذا العطاء سينهي مشكلة نقص الأدوية وفق تعبيره يأتي ذلك في وقت تعاني فيه ليبيا من نقص كبير في عدد من أدوية رغم إعلان الوزارة المتكرر عن خطط لسد النقص الحاصل وفي طرابلس وتزامنا مع انطلاق الحملة الوطنية للتطعيمات نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض ندوة علمية حول الأمصال وكيفية التعامل مع الأطفال الزميل حسين البرناوي حضر الندوة وعد لكم هذا التقرير شرح الطرق المثى للتطعيم وكيفية التعامل مع الأطفال مستهدفين كان محور الندوة العلمية التي نظمها البركز الوطني لمكافحة الأمراض بشراكة منظمة الصحة العالمية واليونسوف في العاصمة ترابلس متخدة شعارا معا من أجل أطفالنا وذلك لتبسيط المعلومات متعلقة بالأمصال التي سيتم أعطاؤها للأطفال من حيث جودتها وصلاحياتها والمضاعفات المرتبطة بعدم أخذ التطعيمات اللازمة نحن والندوة هذه تأتي ضمن إطار استعداد المركز الوطني لإنجاح هذه الحملة فالحملة اليوم تخص الدعوة لكل الطباء والأطفال والطباء اللي لهم علاقة بالتطعيمات لتوعيتهم بخصوص الخطة إن شاء الله لخطة الحملة الوطنية هذه للتطعيمات وإطلاحها على كل الحيتيات وعلى كل التفاصيل الفنية والتقنية الندوة تتزمن مع بداية حملة التطعيمات الوطنية ضد مرض شلل الأطفال والحسبة والحميراء بالإضافة إلى فيتامن آ وتستهدف الفئة العمرية الموليد الجدد وحتى السن الخامسة عشر عاما المركز الوطني لمكافحة الأمراض يحرص من خلال إقامة مث هذه الندوات على تزويد الكوادر الطبية بالمهارة اللازمة لتفادي الأخطاء وإنجاح الحملة كما يسعى المركز من خلال حملة التطعيمات هذه إلى حماية الأطفال والقضاء على انتقال الأمراض في المجتمع بنسبة تصل إلى 100% خصوصا مع تزايد تدفق أعداد مهاجرين غير النظاميين للبلاد وتجيل إصابات بعض الحالات منهم بأمراض مختلفة والتي نجح المركز في الحد من انتشارها في السنوات السابقة الحملة ستغطي جميع الجنسيات المقيمين داخل ليبيا سواء الهجرة سواء النازحين التوعية كانت دقيقة جدا نحاول نديره تغطية كاملة للأسف الشديد هذا لأنه عندنا أعداد كبيرة تسجلت من الحسبة فعليه قامت منظمة الصحة العالمية بمساعدة اليونسيف بدعم الحملة وإن شاء الله ولي التوفيق للمركز الوطني المكافحة الأمراض اللي هم قايمين بواجبهم أكثر من المتوقع حملة بمثابة خطي دفاع في واجهة الأمراض تنطلق هذا العام مستهدفة تحصين حوالي مليونين و750 ألف طفلة معرضا للأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعمات تقديم أفضل الخدمات الطبية للحد من الأمراض التي قد تصيب الأطفال في سن مبكر هدف تنشده الحملة وهي تجوب أغلب مناطق البلاد فالوقاية خير من العلاجة حسين برناوي قناة النبأ طارع بولسا مهت نشرة وتتذكير بأبرز ما جاء فيها من علاوين تحذرات من تعليق رحلات الجوية في مطار معتيقة على خلفية اعتصام موظفي مصلحة الطيران المدني الدينارو يواصل ارتفاعها أمام العمولات الاجنبية وسط مؤشرات بانتهاء تدريجي للسوق الموازية المشري يطالب بإنهاء المرحلة الانتقالية والإعلان عن موقف واضح بشأن الدستور والانتخابات القادمة كما تبعتم في النشرة أيضا وزارة الصحة بالحكومة المقترحة تعلن عن عطاء لتغطية اجتحتياجات القطاع الصحي من مختلف الأدوية كما يمكنكم متابعة لمزيد الأخبار عبر موقع القناة النبأ دوت تي في وأيضا عبر موقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء اشتركوا في القناة